اليوم أحبائي بدنا نحكي على حدودة وأونية يعوازي الفلفلو لموسيقار فريد الأطرش وهي الغنية غناها بفيلم آخر كذبة وكانت بطولة فريد الأطرش وسامية جمال عام 1950 ومنعت هذه الغنية بالإزاعة المصرية بسبب جملة يعوازي الفلفلو ومثل ما عمضة عرف أنه هي الجملة بيداولها جميع الشعب المصري وهي جملة عادية ولكن السبب الحقيقي وراء منعها الغنية هي المكايدة السياسية بين النحاس باشا وعلي باشا ماهر والمكايدة كانت على رئاسة مجلس الزراء في عصر الملك فاروق وبالآخر مرتشة المكايدة تم فوز النحاس باشا من السنة الثالثة وبطريق الصدفة كانت هاي الغنية عم تنزاها بنفس الوقت يعوازي الفلفلو أنصار النحاس باشا كانوا كتير مبسوطين ولكن علي باشا ماهر أبدا ما كان مبسوط وكان دايما يتردد عاصر عبدين مكان وجود الملك فاروق وهنيك لن كايد أصدر قرار بوقف الغنية للزاعة المصرية وهلا بعد معرفنا شو القصة خلينا نروح مع بعض بنسمع جزء منها الغنية موسيقى يا لعوازي الفلفلو موسيقى 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 موسيقى